الطلعة صعبة وده اللي كنت بقوله مع نجميلة النهاردة كابتن مار همام في بداية مشوار الأهلي مع مارسيل كولر مع بداية إلى حد كبير جدا طبيعية بريك وراحة سلبية ثم فترة اعداد ثم عدد من المباريات الودية التدريجية من حيث القوة ومستوى المنافس وبالتالي عشان تكون بدايتك في مشوار الرسمي دوري أبطال أفريقيا وتكون بدايتك في تونس تحديدا وتكون بدايتك مع وصيف الدوري التونسي وتكون بدايتك خارج الأرض مش ملعبك ولا جمهورك بداية إلى حد ما لازم تحطي الاعتبارات كتير جدا لكن خلينا أقولكم أنه كابتن مار همام متفائل وهكلم مع أكتر عن أسباب التفاؤل بتاعته في بداية الموسم وانطلاقة إن شاء الله تكون موفقة للمرض الأحمر والزعيم قرية أفريقيا وسيد السياد القرى كابتن مار همام سعر خيره أهلا وسهلا بك أهلا بك يعني ما تقبلناش لسه من قبل ما يتم الإعلان عن مارسل كولر الرجل الجيه اشتغل أعتقد كمدير فني انت ديك نظرة مختلفة طبعا عن الجمهور شايف فيه حاجات بوزيتف هل شايف فيه حاجات نيجاتف أو شايف فيه حاجات محتاج فيها شوية وقت أكتر إيه المقدمات اللي قريتها عن مارسل كولر من وجهة نظرك بسم الله الرحمن الرحيم أولا يا أحمد طبعا عزيزي نحيي مجل صدارة الماد الأهلي اللي قالت من التغطيط بكاذة كابتن محمد الخطيب إن السفيات اللي تقدمت تمام سفيات يعني فيهم تقيلة لكن التريس والتأني بشكل كبير جدا اختاروا الرجل ده فأنا بحقيهم طبعا للاختيار أولا هل سفي بس بيبقى المعيار الأول أخيرة كابتن مار لا المحطات اللي اشتغل فيها طبعا المتابعة بشكل كبير والمتائج الحققها والشغل اللي اتعمل خلال محطاته بتفرق بشكل كبير ووجوده برده كما مع منتخب النمساو وبيوصل اليورو 2016 فأكيد ده بيأكد إن الرجل السن كمان يحبب 61 سنة لعب يورو لعب شامبيونز ليج لعب دوري ألماني لعب يعني تجارب مختلفة وغدية طبعا تجارب ومحطات قوية بتأكد لك إن الرجل ده فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب فهنا اختيار طبعا لجنة تخطيط الكابتن محمد الخطيب كانت يعني الحمد لله كانت موفقة بشكل كبير جدا ويعني هنتكلم بقى طبعا هو عمل ايه لكن من ناحية الشخصية من ناحية أداءه مع المحطات اللي أنت ذكرتها يا أحمد نتائجه دوافعه الرجل العارف أنه رايح نادي القرن أكبر نادي في أفريقيا والشرق الأوسط عارف أن النادي الأهل عنده جمهرية بالملايين عارف أن النادي الأهل عنده بطلات ذكرت أفريقيا محلية دولية فهو كمان يعني جايه هو مبسوط زي ما الأهل فيه حاجات كتير اتغيرت برضو الحاجات المحيطة فيها حاجات كتير اتغيرت نحن نتكلم أن الموسم ده واللي بيتابع المركاته الحقيقة موسم الانتقالات والأندي اللي بدأت بالدعم صفوفها تقول أن النسخة اللي جاية متدوري حتى لو كان يعني بعيدا عن بطولة أفريقيا طبعا أكيد طبعا طول عمرها بطولة أفريقيا هي الأصعب على مستوى القرن من حيث مستوى المنافسة وقوة المنافسين لكن يبدو كمان حتى نسخة الدولة اللي جاية لن تكون بالهينة أو بالسهلة على الإطلاق صعبة جدا يا أحمد زي ما أنت ذكرت بس أنا عايز أشيد طبعا اللقطات اللي حضرتكم بتنقلوها الابتسام والسعادة على لعبة النادي الأهلي حمد اللي على السلامة بنقول لعبة النادي الأهلي اللعبة حاسة أن هي فاتت الراحة الفاترات اللي فاتت بكل مشاكلها وسلبياتها النهاردة اللقطات دي بتدل وتأكد يا أحمد أن اللعبة فرتاحية الابتسامات اللي موجودة المرسومة على وجه لعبة النادي الأهلي بيأكدوا أن هم في تحدي بيأكدوا الثقة اللي هم شايفينها من خلال مجلس الإدارة من خلال جاز الفني مستوى القولر جمهور النادي الأهلي اللي بسندهم بشكل كبير اللعبة حاسة كمان من بداية وجود الراجل حاسة بالانضباط التدريبي حاسة باليوم الكامل اللي احنا كنا بالنادي به بشكل كبير جدا واحنا عارفين قيمة اليوم الكامل مع اللعبة دي هتعمل ايه هتنقلهم نقلة احترافية في مكانة تانية ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية الراجل نفسيا بتعامل مع اللعبة بمنتعل الاحترام الراجل جدي جدا أنا تسمح لي في الجزئية دي يعني لما تقال راجل سويسري وفي الجزء الألماني من سويسرا وتجاربه كانت مع النمسا ومع أنداف ألمانيا أنت عافل الحتة دي العقلية دي شوية بعيدة عن تركبتنا يعني غير نحنا كمصريين إحنا يعني شعوب دافية كده العلاقات الإنسانية دي مهمة جدا وبذات مع اللعبة المصرية حتى ما تحس أنه اللعبة مصدقة قوي في المدرب بتاعها أو مدرب بتاعها عرف يحتويها كويس قوي تعمل اللعبة بتطلع أحسن معا ده لكن كل اللي جاي من 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 تفاصيل ومن قط اللبس ومن جوة الملعب وحتى من الماتشات اللي وديها رغم أنها لم تزع أنه راجل مقرب قوي وكسر كل الحواجز حتى مع اللعبة بيقولولنا زمائنا اللي كانوا موجودين في ماتش أسوأ بيقولك أنه بعد الماتش راح سلم وحضن واتكلم مع كل اللعبة اللي ملعبتش فواضح جدا أنه يمكن فاهمها من حد مقريله مثلا تركيبة المصريين عاملة إزاي أو بيحاول يأثر المسافات اللي موجودة بينه وبين اللعبة لأنه أعتقد كمان لسه ما اكتشفش أو ما قراش القماشة اللي معايا كابتن ماه ده اللي احنا كنا محتاجين وإحمد الهيد كوتش يعني احنا كنا محتاجين هيد كوتش زي كولر من ناحية الشخصية من ناحية الأدام من ناحية الجدية زي متلق هو أول ما نزل راح على الناد الأهلي فده بيدل على أنه راجل منضبط راجل عارف عارف الدقايق بالنسبة له إيه والساعات بالنسبة له إيه والأيام بالنسبة له إيه ما فيش وقت هو راجل قال كده لما أنت كنت في ملعب كابتن ماهر وبيمشي جهاز فني وبيتم الاعلام مثلا عن جهاز فني خصوصا لو جهاز فني اللي جاي يشتغل أجنبي أنت كلاعيب أو أنت كفرق الأول ككل كمجموعة وكلعيب أنت على مستوى كابتن ماهر كمستوى شخصي بتستقبله ده إزاي وبتتعامله بتستكشفه الرجل إزاي وبتتعامله إزاي في البداية وإن اللي يفرق معك كلاعب أنك تلاقيه في المدير الفني الجديد إحنا الفتر اللي فاتل حتى لعبتنا كلنا كنا بنتمنى حاجة زي كاته أنت في مشوارك أنت أنا في مشواري وأنا لاعب طبعا بابا سعيد جدا لأنه عارف أن الرجل اللي جاي ده اسمه وكيمه وقامة وأن الرجل ده حينقلني حينقلني من ناحية طبعا في تجربة جديدة ما بتخافش ما سييجي ولاك عندهم شفافية وعدلة يحمى في التوزيع بشكل كبير جدا بصراحة ما بيهدموش حق أحد المصريين ما عندهمش عدلة وشفافية لا المصريين ما احترمي ليهم طبعا لكن عندهم حت الحب والكرة عندهم الحت الحب لكن الأجانب لا أنا اشتغلت مع ألمان عشان كده يمكن أنا من خلال قناة الأهلي تمالي أتكلم على أن المدرسة الألمانية أو المدرسة القريبة من ألمانيا إحنا كمان جربنا فيلر فشوفنا فالنهاردة ده من ريح الفيلر صحيح فقلنا متبشرين خير يعني كان معي رئيس رئيس تنفيذي النادي جراس هوبرز السويسري وكان بيتكلم يعني حقيقة الراجل طبعا أشد بفايلر جدا وقال إن اثنين مدربين كبار جدا بس قال إنه كمان يمكن الحاجة اللي بتميز كولر عن فيلر أنه فيلر عنيد شوية لكن كولر عنده من المرونة هو نصا قال كده عنده مرن وبيقدر يغير من ودي تفرق جدا مرونة دي في كل حاجة في الجانب النفسي الفيسيولوجي بدني الخططي التعاون مع اللعيبة يعني أنا عشان اشتغلت مع ألمان فبردك يمكن كلمت عن الراجل ده وست سنين هولمن وتسوبل فانعارف المدرسة دي والفكر ده بيعمل إيه رقم واحد هم جدين جدا في الشوكل بيحبوا شغلهم جدا وبعدين في الملاحظات ما بيسيبوش حاجة تعدي يعني يعني الراجل ده كل حاجة ما شاء الله حاطت إيده عليها كل حاجة دايس فيها زي ما أنت كلمت على أنه بعد ما بيخلص المباراة بروح سلم على الاحتياط وبيتكلم معاهم واللوم دوركم جاي ده مش بيكلم معاهم في كورة بس بيكلم معاهم حتى بارك كورة جهاز الفني وطبعا من ضمن الحاجات ديت بتوصل للعيبة واللعيبة بتحس غير أنك أنت تتلاشاني أو أنت ما تفكرش فيها لا ده راجل ده خلص المباراة وقعد معاهم وكلموا وقال لهم لأننا ما لعبتش لها المباراة اللي جاي إن شاء الله الدور اللي جاي لأننا عاز أشوف كل اللعيبة عاز أقاير كل اللعيبة فالنهار ده فرصة تلات مباراة اللي هم التجربية بيتروجيت وأسوان وبعدين طلع الجيش فرصة كبيرة جدا أن الراجل يقدر يحط إيده بقى يحط إيده على سبات التشكيل يحط إيده على طريقة اللعب الجملة اللي شغال عليها مدى تنفيذها اللعبة تستوعب ولا متستوعبش حتى المرونة التكتيكية يعني وبردك من ضمن الحاجات الراجل أشاد بيها إن بعد كل مبراء أشاد ببعض اللعيبة يعني هو عاجبه طاهر محمد طاهر من ضمن الأمثلة يعني قالك طاهر أنا اكتشفت أنه يقدر يلعب في الجناحين يقدر يلعب يمين وشمال ويقدر يلعب راس حربة وده حاجة جديدة علينا بالنسبة لطاهر الحاجة التانية برضك أشاد بحسام حسن قال إن حسام حسن خلال التقرير اللي أبدأ كده إن الناس قالت إنه ممكن يطلع إعارة أو ممكن لا هو تمسك بيه وحسن منك من جاب هدفين في مباراة بترجيته هدف وفي أسوان هدف برضك أشاد بيديانج قالك قوة دبابة بشرية بتقدر تلعب في الجنب الدفاعي ويقدر يكمل في الجنب الهجومي عنده سوري ببساط مميزة فدي حاجات من ضمن الحاجات الراجل أشاد بيها حتى اللعيبة كمان أدول اللعيب الفترة دي كافية والمباراة التالتة وحتى الفترة اللي هيسافر فيها لتونس قبل ما يجهز الاتحاد المنستيري هل كافية المدير فني إنه يلم الإمكانيات بتاعت اللعيبة يشوف الخطة المناسبة يدرس فيها اتحاد المنستيري يختار التشكيل الأنسب وخصوصا إنه خد بالك برضو جزء كبير من فترة الأعداد كابتن مهر كان فيه جزء كبير من لعابة الأهلي منتخب مصر أول منتخب أولمبي المحترفين الأجانب علي معلول وديانج مش موجودين مع الراجل؟ إحنا دي كنا نتمنىها بقى إحنا كنا نتمنى إن اللعبة الدوليين يبقى كل الناس موجودة في الفترة العداد إنه مهم جدا عشان يقروا فكر الراجل استرسجيته راجل يفكر في إيه عايز يعمل إيه إلعب بأني طريقة فكان يهمنا جدا إنه إنه كل اللعبة تبقى موجودة عشان يبقى الاستقرار الفني للراجل لكن طبعا ظروف المتخب طبعا إحنا كلنا طبعا باللبي منتخب مصر كل الشغل الشغل اللي إحنا بشكل عشان منتخبنا لكن أنا كنت أتمنى إنه يعودوا اللي أوليين دول معه وبعد نروح منتخب مصر لمستر فيتوريا لكن طبعا الظروف أكيد فيه تنصيق بينهم من بعض بشكل كبير ترايك إيه فيتوريا في أول ظهور لي والله يا أحمد كمان ما ضمن الحاجات الجيدة كمان اللي حتنقلنا يعني النهاردة بقى فيه مدارس مختلفة ومدارس هيت كوتش على أعلى مستوى المتخب مصر والنادي الأهلي والزمالك كمان فداحي أنا شايف إنه والمديرين الفنيين الأجانب عموما كابتن مار دي نقطة مهمة جدا أسمع رأيك فيها كمان شغلت مع مديرين الفنيين أجانب مصر هنا شايف إن المديرين الفنيين الأجانب عموما عندنا ست سبع عندنا النهاردة بتعتمد على عندنا بيرميلس عندنا فاركو أهلي زمالك طبعا عندنا الاتحاد الإسماعيلي هل شايف إن فكرة ومدارس مختلفة هل شايف إنه المديرين الفني الأجنبي عموما أضاف للكرة المصرية طور الكرة المصرية يعني كان يعني وجوده ليه قيمة مضافة ولا زي وزي غيره على فترات يا أحمد يعني فيه فترات انتقال من المدير الفني المصري للمدرب الأجنبي ففترات إحنا بنحتاج فيها المدير الفني الأجنبي يعني المدير الفني المصري بيقعد وينظم البيت ويعالج الجانب النفسي ووضب كل حاجة لحين عودت المدير الفني الأجنبي المدير الفني الأجنبي تمال يحمد بيحط إيده على الجديد يعني مثلا في علم النفس في الفيسيولوجي في علم التدريب تمالي هم حطين إيدهم على الجديد فالنهاردة العلم ده اللي أنا بدلا مروح أحد الدراسة ومعايشة طيب راجل جنبي أنا عايش معي بيكلم ازاي بيأكل ازاي بيحضر شغله ازاي بيرس أدواته ازاي بيتعامل مع المواقف الحارجة ازاي وهو خسران في ماتش أسوان ازاي الشوط التاني اتنقل لجانب هجومي وسجلنا هدفين وضيعنا هداف كل الحاجات دي موجودة في المدرسة الأجنبية اللي فيها هيد كوتش يكون له باع كبير ولو سيفي قوي ومحطات تشتغل فيها بشكل كبير مشاكل الكورة جوال ملعب بعيدا عن مشاكل التحكيم ومشاكل الإجهاد ومشاكل تلحم المواسم وضغط المبالاة مشاكل الكورة بتاعت الاهلي جوال ملعب الأهم اللي على مرس الكورر نواجد لها حلول ويتعامل معها هسمع رأيك فيها بس بعد ما نرجع من الفاصل اشتركوا في القناة